بكرة كمان الجمعة الأهلة هيتمرن صباحا الساعة 9 ومن المقرر أن يحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هذا المران للمرة الأولى عشان يجتمع باللعبين كابتن الخطيب اجتمع مع كابتن حسام البدر النهاردة ومن يومين كان التقل كابتن سادعب حفظ مدير الكرة في إطار التعرف الكامل بقى على الوضع الكرة ويداخل النادي بشموندس احتياجات الفريق، ظروف المرحلة، أوضاع اللعبين كلها ملفات مهمة جدا في مسيرة الفريق بالإضافة إلى دعم اللعبين نفسيا ومعنويا في لقاء رئيس النادي بيهم بكرة إن شاء الله لقاء الغد شديد الأهمية شديد الأهمية؟ شديد الأهمية ليه بقى؟ لأن الناس كتير عمالة برضو بعض الناس والاجتهادات بص هي السوشيال ميديا حتظل هي الوجع الدماغ طول عمره الكلام والاجتهادات كثيرة جدا هو أحسام البدري قاعد ولا ماشي وحسام البدري متوتر ولا مش متوتر هو فيه انتقالات في الشتاء ولا مفيش فيه لعيبة حتياجة ولا مفيش لعيبة ومش قدرين نصبوره شوية لما يشوف ماذا ستصفر عنه لأيام القليلة القادمة اجتماع رئيس النادي محسام البدري قطعا هيضع نقط على حروف كثيرة جدا عشان الدنيا تهدى بقى وكل واحد يشوف شغله ونسيب الناس اشتغل شوي ولازم نبقى فاهمين ان احنا لازم نتعود على القلية الجديدة ان احنا مش عايزين يعني تبقى احنا مش على الهوى مباشرة احنا خلاص مش هنبقى كده ايوة احنا لازم ايوة احنا مش هنفضل على الهوى على طول اه فمعليش بعض الاعلامين حيتضايقوا بس حينضبط الاداء وحي الكلمة اللي حيقولوها هيبقى لها مصدقية اللي عم تطلع من مصدر صاحب شاء هو ده اللي حيقول وهو مش حيقول من دماغه حيقول الواقع اللي بيتقاله من قرارات مجلس الادارة عايزين نساعد الناس انها تمشي صح عايزين نسترد قليات العمل السليم للنادي الاهلي فمعليش يعني عذرا للجميع اكتهد بس قول هذا رأيه ما تقولش يقرر مجلس الادارة او يانوي مجلس الادارة او هناك اتجاه بلاش الكلام ده شوف يا جماعة الكلمتين الاخيرتين دول من المهندس عدلي في غاية الاهمية بل ممكن تعتبروهم ده العنوان الابرز بتاع اليومين دول جمهور الاهلي واعضاء الاهلي ومحب الاهلي اللي كان دايقهم قوي انه الاهلي على المشاعر ودايقهم قوي انه ما عادش فيه محاولة خصوصية اه بالضبط